حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله نبينا عليه الصلاة والسلام لم يضرب امرأة ولا طفلا ولم يضرب أحدا بيده الشرفة هذه سياسة النبي في التعامل مع أهل بيته ومع من خدمه مثل سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنهم الذي خدم النبي عشر سنين في المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامله أفضل معاملة لم يضربه ولا مرة حتى عندما يخطئ كان يعلمه ولم يكن يقول له عن شيء فعله لما فعلت كذا أو لو فعلت كذا أو أنك لم تفعل كذا نهائيا كان أسلوب النبي تعليم إيجابي دائما يعطيه معلومة إيجابية أخطأ يعلمه لا ينهره ولا يشتمه ولا يلعنه ولا يضربه هذه أخلاق النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بعض الناس يعتقد أن ضرب الأطفال مفيد يجب أن تضرب الأطفال طيب لماذا النبي لم يستخدم هذا الأسلوب؟ إذن لابد أن يكون هناك حكمة أيها الأحبة أنا اليوم أحببت أن أتأمل معكم وطبعا يجب أن نتأمل هذه الدراسات أيها الأحبة هذا جزء من عبادتنا لله عز وجل حتى تبلغ مرتبة عالية أخي الحبيب لا يكفي أن تقرأ القرآن بل يجب أن تطبق ما جاء في القرآن يعني القرآن يأمرك أن تتفكر في العلم في آيات الله من حولك يعني مثلا الله تعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق يعني هذه الآية ألا يجب أن نعمل بها ألا يجب علينا أن نرى معجزات الله وآياته في الكون وفي أنفسهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم هناك حقائق علمية في الكون وفي النفس الآن بحث حول علم نفس الأطفال من إنتاج جامعة هارفرد 12 أبريل 2021 يعني أنا أقرأه لأول مرة وأحببت أن ندرسه معا ونستفيد منه يقولون إن ضرب الأطفال يؤثر على نمو الدماغ لديهم يعني سيء شيء سيء إذن أيها الأحبة يعني أنا دائما عندما أجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا معنى ذلك أن هذا هو الخير أن نظرة النبي هي الحق وهي الصواب لم يضرب طفلا معنى ذلك أن الضرب فيه مشاكل انظروا أيها الأحبة الدراسة أظهرت أن ضرب أو صفع الأطفال وبخاصة على الوجه لذلك النبي نهى عن الضرب على الوجه يؤثر على نمو دماغ الطفل لذلك بدأوا يقولون اليوم في هذه الدراسة كما أقرأ أنا العنف الشديد ضد الطفل يؤثر يطور لديه سلوكا عدوانيا ولكن الآن حتى الضرب الخفيف للطفل يعني الضرب على الأرداف أو الضرب على الخارج أيضا له تأثير له تأثير ما يعني على الطفل فهذه الدراسة أيها الأحبة نشرت في مجلة تشايلد ديفيلومنت حديثا جدا يعني قبل أيام ووجدت أن هناك نشاط متزايد في أدمغة الأطفال الذين يتعرضون للضرب طبعا نشاط مدمر أنا هذا الطفل عندي هو ثروة هو كانز يجب أن أعتني به حتى يكبر ولكن لابد أن يخطئ لأن الله تعالى خلق الإنسان ليخطئ سيدنا آدم أخطأ سيدنا آدم قال الله في حقه وعصى آدم ربه فغوى فالإنسان يجب أن يتعلم عن طريق الخطأ ليس عيبا ولكن الأب والأم والأهل ينبغي أن يعطوا تعاليم إيجابية لهذا الطفل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لذلك يعني هذه الدراسة أيها الأحبة تقول أن هناك علاقة بين العقاب البدني ومشاكل الصحة العقلية والقلق والاكتئاب والمشاكل السلوكية والاضطرابات تعاطي المخدرات أحيانا يعني وتظهر الدراسات الحديثة أن ما يقرب من نصف الآباء في أمريكا أبلغوا عن صفع أطفالهم في العام الماضي وثلثهم في الأسبوع الماضي يعني ظاهرة خطيرة ظاهرة خطيرة وتؤثر على الدماغ وتطور لدى الطفل سلوك عدواني أيها الأحبة احذروا من لديه طفل لينتظر ليدعو الله له يا أخي سيدنا يعقوب أبناؤه تآمروا ضد الطفل المدلل وهو سيدنا يوسف عليه السلام تآمروا ضده وأخذوه وألقوه في غيابة الجب ورجعوا وقالوا أكله الذئب وفعلوا أفعال يعني لا يتحملها إنسان على رغم من ذلك سيدنا يعقوب لم يضرب ولم يشتم ولم يلعن قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفهم سألجأ إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون هذا رد فعلنا على سلوك أبنائنا الخاطئ أدعو له انتظر حتى يهديه الله الإنسان يتغير أيها الأحبة أحيانا تجد الإنسان ينقلب 180 درجة يكون في اتجاه يصبح في الاتجاه المعاكس نحو الخير أو نحو الشر يعني فأضرار يعني طول البال والصبر على الطفل أقل بكثير من أضرار ضربه يعني إذا استخدمت أسلوب عنيف وضرب الأضرار المترتبة على ذلك أكبر بكثير لذلك أيها الأحبة يعني هذه الدراسة يقولون تتماشى النتائج مع بحث مماثل تم إجرائه على الأطفال الذين تعرضوا لعنف شديد بحيث أن هذا العنف أدى لاستجابة سلبية لدماغ الطفل وطورت سلوكا عدوانيا لدى هذا الطفل ومنهم من أدى به هذا السلوك إلى الاكتئاب أو القلق أو غير ذلك ولكن على أقل تقدير هناك مشاكل في الذاكرة ومشاكل في الدماغ تريد ابنك أن يكون مبدعا اصبر عليه تريد هذا الطفل أن يكون مبدعا لا تضغط عليه لا في الدراسة ولا في العمل ولا في أي شيء أدعو له الله أعطيه تعاليم إيجابية كل يوم معلومة إيجابية وستجد نتائج مذهلة بإذن الله سبحانه وتعالى لذلك أيها الأحدى خلاصة هذه الحلقة أن كل ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم أثبت العلم فوائده تصوروا لو أن هذا النبي كان يستخدم لغة الضرب السائدة في الجاهلية النبي جاء في زمن الجاهلية كان من المنطق أن يستخدم الإنسان يده وسيفه ويبطش بالآخرين هذه اللغة المتعارفة عليها النبي لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم هذا دليل واضح على أنه رسول صادق في دعوته صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق